حكم ذبائح الرافضة الذين يسبون الصحابة وأمهات المؤمنين هل هي حلال وكيف نذبح لله طيب أما بنسبة لأكل ذبائح هؤلاء الذين يسبون الصحابة وأمهات المؤمنين فإنه لا يجوز أكل ذبائح لأن من سبأ أمهات المؤمنين وسبح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بغض لهم فالذي يترجح من أقوال أهل العلم أنه كافر والمسألة فيها خلاف في بعض هذا لكن من سبأ أمهات المؤمنين التي برأهن الله تعالى وعلا في كتابه فهذا يكفر لأنه مكذب لكتاب الله وكذلك أيضا من سبأ الصحابة رضي الله عنهم بالذات في قلبه بغض لهم لأنهم نصروا الإسلام وأيدوا الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا يكفر لكن بقي الخلاف في من سبأ الصحابة نتيجة مثلا سوء أدب أو لعداوة بينه وبينه مسائل فيها تفصيل يعني لا أستطيع أن آتي عليه هنا لضيق الوقت إن شاءتم نخصص له حلقة ما فيه الوقت ضيق طيب ماذا من الوقت ضيق لا يجوز أكل ذبائح هؤلاء في الجمل لأنه من المتوقع أن من يصنع هذا الصنيع فإن عنده أيضا وقوع في الشرك بالله فمثل هذا لا يجوز أكل ذبيحته إذن ماذا يصنع نقول اذبح أنت أو كل مما ذبحه أحد من أهل السنة وأما إذا لم تجد إلا ذبائح هؤلاء فذبائحهم ميتة لا يجوز أكلها بل شر من الميتة